تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة من عدد من أصحاب السمو والفخامة رؤساء الدول العربية والإسلامية والصديقة ورؤساء الوزراء الوزراء وأولياء العهود بمناسبة تعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء أعربوا فيها عن خالصي تهانيهم وتبريكاتهم لسموه بالثقة الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله برعاه معبرين عن تمنياتهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التوفيق والسداد بما يحقق تطلعات الوطن والمواطنين ويديم على سموه الصحة والسعادة والتوفيق وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار وقد تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيات تهنية من كل من فخامت الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فخامت الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا فخامت الرئيس أرمين ساركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا معالي قربان قلي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمنستان فخامت الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين فخامت الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا فخامت الرئيس الدكتور محمد أشرف رئيس جمهورية أفغانستان فخامت الرئيس نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص معالي الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطانة عمان سمو الأميرة المهتدي بالله البلقية ولي عهد سلطانة بروناي دار السلام سعادة السيد هشام الامشيشي رئيس الحكومة للجمهورية التونسية دولة الرئيس الدكتور محمد اشتية رئيس مجلس وزراء دولة فلسطين معالي السيد لي كتشيانغ رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية دولة السيد محيد دين ياسين رئيس وزراء ماليزيا دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية معالي السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق معالي السيد عبد العزيز جراد الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دولة السيد حسان دياب رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية معالي السيد جان كاستيكس رئيس وزراء الجمهورية الفرنسية معالي السيد محمد حسين روبلا رئيس مجلس الوزراء جمهورية الصومال الفيدرالية معالي السيد إيغور ماتوفيتش رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا معالي السيد جوزيب كونتي رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية معالي السيدة إيرنا سولبيرغ رئيسة وزراء النرويج معالي الجنرال برايوت شان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاندا سعادة الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية الصديقة معالي السيد ميخائيل ميشوسيتين رئيس وزراء روسيا الاتحادية السيد كيرياكوس میتسو تاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان السيد ماثيوس مورافيتسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا معالي السيد رومان قولوفوتشيكو رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بيلاروس معالي السيد هونسين رئيس وزراء مملكة كمبوديا معالي السيد ليسيان لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة معالي السيد جيروجي جارا خارجيا رئيس وزراء جورجيا معالي السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء جمهورية هنغاريا معالي السيد يوري راتاس رئيس وزراء جمهورية اسطونيا معالي السيد كيرياكوس ميتو تاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية دولة السيد أليكزندر دي كرو رئيس وزراء مملكة بلجيكا معالي السيد تيكلون سيسوليت رئيس مجلس وزراء بجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية معالي السيد أخناكين خوروسوف رئيس وزراء منغوليا معالي السيد علي أسادوف رئيس وزراء جمهورية أذربيجان معالي السيد أريان بيبهين يوسف الوزير الثاني للشؤون الخارجية في برغوناي دار السلام معالي السيد فكتور أوربان رئيس وزراء جمهورية المجر